تجاوز عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حاجز المائة ألف فرد ما ينمو عن مواكبة المواطنين والمقيمين لجهود الفريق الوطني وهو ما تثبته الإحصائيات اليومية المسجلة لمتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جهود حثيثة تبذلها مملكة البحرين في مواجهة فيروس كورونا وتحديات على عاتق فريق البحرين الذي يواصل عطاءه في الإنجاز من أجل مجتمع سليم وأمن وصحي وما الحملة الوطنية للتطقيم المضاد لفيروس كورونا واستمراريتها إلى هذه اللحظة بوترة تصاعدية إلا دليل على وعي الأفراد بأهمية هذا اللقاح في مواجهة الجائحة نظرة فاحصة للإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة خلال الأسبوع المنصرم تظهر لنا أن المتوسط اليومي للأفراد الذين يتلقون اللقاح يوميا بلغ 4698 حالة يوميا حيث كان عدد الحالات التي تلقت اللقاح المضادة لفيروس كورونا قبل أسبوع مائة وواحدة وثأثمائة وستين حالة مما يؤكد أن الزيادة الملحوظة في أعداد متلاقي اللقاح يثبت سلامة الإجراءات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبالتالي فإن الإقبال الواسع على أخذ اللقاح ينم على الوعي المسؤول الذي يتسم به الجميع وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة أنفسهم وعوائلهم ومحيطهم المجتمعي إذ أن مملكة البحرين وفرت اللقاح بشكل مجاني واختياري ما بين لقاحي فيزر الأمريكي وسينوفرم الصيني ما جعل عملية أخذ اللقاح ميسرة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة وشهد هذا الأسبوع حدثا مهما تمثل في تقديم خدمة نوعية تعد الأولى في المنطقة وذلك عبر تتشيني وحدات متنقلة لإعطاء تطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للراغبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وفي سياق جائحة كورونا نوهت وزارة الصحة بأهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع البحريني للتسجيل لأخذ اللقاح المضاد للفيروس بما يسهم في دعم الجهود المبذولة في التصدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع في الوقت الذي يجب الحرص فيه على التقيد بالإجراءات الاحترازية ترجمة نانسي قنقر